اهلا بكم يا جماعة في حلقة جديدة من قرارات كينجي استوري القرار اللي بنتكلم فيها عن كل الحضرات من بدايتها لنهايتها والنهار ده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد وموضوع مختلف تماما وهو عن الاسرة السادسة الفراعونية اللي حكمت مصر بعد عهد الملك اناس مباشرة والعصر ده مميزاته ان هو كان فيه حكايات واحداث كتير جدا هندخل كلنا في تفاصيلها عشان نفهمها مع بعض وهيبدأ نتكلم عن السياق التاريخي وهنلاحظ في السياق التاريخي ان نهر النيل كان مؤثر كبير جدا على الاحداث اللي مارت بها الاسرة دي وهنلاحظ برضو ان نهر النيل كان متسبب كبير جدا في ان اثار الاسرة دي اتبالت في مناطق صحراوية وبعيدة جدا عن المناطق اللي كان بيحصل فيها فيضان النيل فهنلاحظ ان نهر النيل كان عامل مؤثر جدا في الاحداث اللي حصلت في عصر الاسرة السادسة وهنلاحظ برضو ان الاثار والاهرامات والمعابد اللي بناها ملوك الاسرة السادسة زي الملك بيبي التاني من دمن الحاجات اللي كانت شاهدة على فترة حكم ملوك الاسرة السادسة وده هنلاحظه بشكل كبير جدا لما نبدأ نحكي عن ملوك الاسرة السادسة وهنلاحظ ان الفراعنة او وسماصليني الكسلماء في الوقت ده كانت حياتهم اليومية بسيطة ومعقدة في نفس الوقت ما كلاش بنلاحظ ان المصليين الكسلماء فياخدوا صياك ويفضلوا مشين فيه على آرخدون لا كانت حياتهم ممزيوجة بين الأمور البسيطة والأمور المعقدة بالاضافة طبعا ان الشغل والاعباء اليومية كانت جزء من حياتهم طبعا بالاضافة ان الحرف والمهام اليومية كانت بتتقدم كل حدا في عصر الأسرة السادسة كانت بتتغير وبتقدم للاحسن. وهيبدأ نتكلم دلوقتي عن الفرعون والحكم وهنلاحظ ان الفراعنة في العهد ده كان عندهم قوة وسلطة في الحكم بالاضافة ان الحاكم بجانب امور الحكم اللي كان مسئول عنها برضو كان مسئول عن الشئول الدينية وده هيوضح لنا بشكل كبير جدا قد ايه وظيفة الحاكم او الفرعون في العهد ده كانت مهمة بشكل كبير جدا. وهنلاحظ طبعا في عهد الاسرة السادسة قد ايه الفراعنة كانوا بيحكموا بحكمة واستقرار وما كانش فيه اي فرصة لتدخل القوى الخارجية او تدخل الفوضى جوا الدولة. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن الديانة والاثار وهنلاحظ طبعا في عهد الاسرة السادسة ان الديانة كانت حاجة مهمة جدا في حياة الناس وكانوا بيبنوا لها المعابد وبيحتفلوا برضو بالتقوص والاحداث الدينية اللي كانت مهمة وكانت برزة جدا في عهد الاسرة السادسة بشكل خاص وكانت مهمة بشكل كبير جدا في عهد الدولة القديمة عشان كده كانوا بيبنوا لها الاهرامات بالنسبة للملوك والمعابد بالنسبة للناس وبالنسبة للعالم. والاثار اللي قدر المصريين وقدر المستكشفين ان هما يوصلوا لها لغاية دلوقتي بتحكي كصة عظيمة جدا عن التبوات المصريين القدماء بالانية. ولما نبدأ نتكلم عن الاقتصاد والتجارة اللي كانوا منتعشين جدا في عهد الاسرة السادسة هنلاحظ ان الاقتصاد كان منتعش وكان مليء بالتجارة والمستثمرين كانوا بيجوا لمصر بالاضافة طبعا لعلاقة مصر بجرانها من ناحية التبادل التجارة. وفي عهد الاسرة السادسة بنلاحظ ان كان فيه تبادل اقتصادي وتجاري كبير والناس كانوا بيشتروا ويبيعوا وبيسهموا في ازدهار الدولة وبيسهموا في تقدم الاقتصادي وحسبوا للتجارة والكلام اللي كان مكتوب باللغة الهيرويليفية على الحطان اللي كانت موجودة في المعارن. وده بيدول على الدقيق ان الناس في عهد الاسرة السادسة كانوا حصلين بلخاء الاقتصادي بالعكس كانوا كمان بيسهموا في تقدم الاقتصاد ودلوقتي هنبدأ ان اتكلم عن الفن والتقنيات وهنلاحظ ان الفن والتقنيات في عهد الاسرة السادسة كان في تطور كبير جدا والحرفيين والفنانين كانوا بيتطوروا وبيبتكروا في كل حتة وفي كل شمر في ارض مصر. وهنلاحظ طبعا في عهد لأسرة السادسة ان الحياة السقفية كانت مليانة بالفنون ومليانة بالاحداث الفنية اللي كانت مهمة جدا وكان المصريين حتى العامة اللي هم عامة الشعب كانوا بيهتموا بالاحداثة. وكده يا جماعة هنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة وان شاء الله الحلقة الجاية يكمل كلام معاكم وهنتكلم بالتحديد عن ملوك واحداث واعمال ملوك الأسرة السادسة وهتلاقوا كل الانكاب بتاعتي تحت في التسكريبشن لا تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجارة عشان يوصل لكم كلي سلام عليكم